ملفات كتيرة بنحاول نشتغل عليها خلال الفترة الحالية في ظل ان السنة دي يعني البطولات كتيرة جدا وده الحمد لله يمكن حاجة كويسة بالتأكيد يعني انت افضل ما تلعب دوري وكاس وتلعب بطولة مثلا زي كويسة الكونفيدرالية لا انت مطالب بالمشاركة في ابرز واهم البطولات الدولية والقرية خلال الفترة اللي جاية تال بداية معاك السوبر الافريقي بعد كده عندك الدوري الافريقي الممتاز بعد كده عندك كاس العالم للاندية وارد ان يكون فيه مسابقة محلية استكمال مباريات كاس مصر كاس مصر خلاص بقي فيه تلات لقاءات انت هتلعب الاهلي وامبيز زمالك بيرامدز الكاس بان هنا وهنا يوصل لفاينال فممكن تلعب كمان مباريات الكاس في الفترة اللي جاية فحنا بنتكلم على اربع بطولات من شهر تسعة لغاية شهر يناير بعد شهر يناير بقى عندك استكمال مباريات دوري الابطال عندك استكمال الدوري العام اللي لسه مش عارفين معاده امتى الكاس الجديد كاس الربطة كاس السوبر اللي لسه فيه حاجات كتيرة مش واضحة خلال الفترة اللي جاية فالسنة دي يعني مليئة بالبطولات والاحداث القرية والدولية تلات ملفات مهمة جدا حسمناها في الاسبوع الاول معاد كاس السوبر الافريقي خلاص ان شاء الله المباراة بعد حوالي عشرين يوم الاهل والتحاد العاصمة على استاد الملك فهدي في مدينة الطايف يوم خمستاشر تسعة دور الافريقي الممتاز من 20 اكتوبر ال 11 نوفمبر كاس العالم للاندية الاهل عنده مباراة الاولى يوم خمستاشر اتناشر اول مباراة للاهل في المملكة العربية السعودية في مدينة جده يوم خمستاشر اتناشر فالاهل عيل عم في السعودية خمستاشر تسعة وخمستاشر اتناشر الاولى لقاء السوبر الافريقي في الطايف والاثانية لقاء الافتتاح للاهل في كاس العالم للأندية في آجدة بإذن الله في هذه البطولة الدولية الكبيرة اللي بيشرف عليها الاتحاد الدولي فيفا مباريات كاس السوبر الافريقي كان فيها كلام كتير أول فترات اللي فاتت ومن البداية كنا معاكم خطوة بخطوة يعني في نهاية شهر سبعة كان ليا لقاء مع رئيس القطاع التجاري في الاتحاد الافريقي وسألته على معاد كاس السوبر والمعادل اللي قاله وقتها يمكن هو المعاد الوحيد اللي تكتب وتقال بشكل سليم كان من خلالنا قلنا المعاد بناء على تصريح مهم جدا من الأستاذ حسن الأماح رئيس القطاع التجاري إن المعاد في الفترة من خمستاشر إلى تلاتين تسعة وبالفعل تم الاستقرار على يوم خمستاشر تسعة موعدا للقاء السوبر الافريقي بين الأهل والتحاد إلى عاصمة الجزائر وكان الاختيار ما بين أبهى والطايف أبهى والطايف لكن نظرا لانشغال فريق أبهى على ما لعبه في نفس اليوم يوم خمستاشر تسعة بمباراة في الدول السعودي فتقرر إقامة المباراة على أستاذ الملك فهد في مدينة الطايف المباراة يوم خمستاشر تسعة يعني بنتكلم بالضبط الجمعة اللي جاية لقا اللي بعدها لقا اللي بعدها يعني بعد حوالي تلات أسابيع إن شاء الله مباراة الأهل والتحاد العاصمة الجزائري في المملكة العربية السعودية نفس الملعب ده اللي استضاف مبارايات البطولة العربية نفس الملعب اللي استضاف مبارايات البطولة العربية وللأسف رغم إنه كان فيه فريق مصري ولكن الملعب ما كانش ممتلئ عن آخره الملعب كان أكتر من نصف فاضي حتى لما تلعبت مباراة الزمالك والنصر السعودي حتى كان حتى الملعب معظمه معظم الأماكن فيه والمقاعد فيه كانت خالية مع مباراة الأهلي يوم خمستاشر تسعة تحجز وعتاخد مقاعد كبيرة جدا في استاد الملك فهد الملعب على فكرة بيسع حوالي من 17 إلى 20 ألف مقعد لأن فيه 3000 مقعد بتبقى يعني مخصصة لدرجات محددة وفصل ما بين عدد من الدمهير في بعض الدرجات في الاستاد ولكن السعة القصوى لستاد الملك فهد يوم يعني حوالي 20 ألف متفرق قدامكم على الشاشة ده الإعلان الرسمي للاتحاد الإفريقي من خلال حساباته الرسمية أعلن النهاردة 15-9 المملكة العربية السعودية هي الدولة المستضيفة لكأس السوبر الإفريقي على ملعب الملك فهد في الطايف طيب في جزئية تانية أول هو تناول مثلا تصريحات الأمين العامل للاتحاد الإفريقي النهاردة في تصريحات قال نحن متحمسون لنقل كأس السوبر إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية الدولة اللي خطت خطوات مهمة جدا في كرة القدم العالمية تصنف حاليا كرة القدم الإفريقية من الأفضل في العالم في الوقت الحالي من المناسب أنه في عصر يتجي في العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة العربية السعودية أن تكون الكرة الإفريقية أيضا جزءا من هذه الحركة نيابة عن رئيس الكاف باترس موتسيبي أود أن أشكر أسرة كرة القدم في السعودية على تعاونهم ونتطلع إلى أن يكون كأس السوبر الإفريقي مثيرا دي تصريحات للأمين العام للكاف طيب إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي قال تعاوننا مع الاتحاد الإفريقي لاستضافة هذا الحدث هذا الحدث بيجسد التزامنا بالشراكة مع الكاف في استضافة أفضل الأحداث وتنظيم المباريات بما يتماشى مع تفاقية شراكاتنا الحالي كنا نعرف أنه كان فيه اتفاقية وقعت لمدة خمس سنوات ما بين الكاف مع الاتحاد السعودي الاتفاقية دي فيها ملفات كتيرة ملفات طبية تعاون طبي تبادل حكام ما بين السعودية والاتحاد الإفريقي حكام من السعودية يدير مباريات في الدور الأبطال والكونفيدرالية والتصفيات الإفريقية وحكام من السعودية هيدير مباريات إفريقية وحكام أفرقى أيضا من حكام المحترفين والنغبة يسافروا للمملكة عشان يديروا مباريات في الدوري السعودي يمكن أولى الخطوات اللي تمت تنفيذ استضافة الأحداث الرياضية وهي استضافة السوبر الإفريقي الأحداث التانية تبادل الحكام لخبرات كل ده بالتأكيد هيكون خلال الفترة اللي جاية وفي النهاية أمين العام للاتحاد السعودي نيابة العام ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي شكر الاتحاد الافريقي على هذه الثقة والفرصة للقاء رائع ما بين فريقين عربيين الأهل والاتحاد العاصمة للعب في المملكة العربية السعودي